موسيقى وينما كنتوا مشاهدينا بدي حيييكم مع الحال عنا دايما عبر الام تي في واكيد اليوم بدي حيي اهالي اهمج لانه اليوم بدنا نتوقف بهالبلدة الجبيلية اذا فيه سمية هي بجرود منطقة جبيل بتتمتع بمناخ معتدل صيفا وبارد الى مصلج شتاءا تعتبر اهمج من قديم الزمان مرجع ادار لمنطقة جبيل لان كان مركز مديرية جبيل العليا تعود تسمية اهمج الى اصل سرياني طعنى رأس الوادي نظرا لموقع المشرف على وادي نهر الفدار وقد يكون الاسم عربي مشتاق من فعل اهمج اي اخفى وستر ومن ابرز المعالم الاثرية وجود كتابات رومانية منقوشة على الصخور في محلة المحال بتتميز اهمج جود غابات السندين القديم وهي من الاشجار المعمرة بالمنطقة زراعتها بتقتصر على التفحيات وعلى تربية عدد قليل من الابقار والماعز وانا كتير بيصرني اليوم ان استضيف رئيس البلدية الاستاذ نزيه سمعان حتى نتوقف معه حول نشاطات البلدية حول موسم التفح كمان لانه اذا مشهورة بالتفح كلنا بنعرف اليوم في ازمة بتصريف التفح راح نفوت اكيد على الايكوتوريزم على درب الجبل على ارز اهمج اللي عم يتحافظ عليه ويلي كمان اليوم عم ينزرع ارز واللزيب وكنا حكينا من اسبوع عن اللزيب لانه في جمعية اسمها مملكة اللزيب اليوم عم ترجع تزرع اللزيب فموجود باهمج عم بيحافظوا علي اهلا وسهلا فيك رئيس مرسي اهلا وسهلا فيك يعني نحنا لو نطلع على اهمج ما نقطع بعناية نعم طبعا يعني هيك يخدنا على الطريق شوي اذا طلعنا من بيروت اهمج بعيدة عن بيروت ستين كيلومتر عن منطقة جوني أربعين كيلومتر تطلع من جبال على عناية بتزوروا مر شربل وبتكفل عنا على اهمج اهمج منطقة كتير حلوة مساحيتها كتير كبيرة واهلا من الاهل الطيبين اللي بيحبوا كل الناس ونحنا في شي بيميزنا بضيعتنا انه ستين بالمية من اهل اهمج بيبقوا حتى بالشتي يعني شتاء انصيفا نعم هي شغلة مهمة مع انه العلو طبعولها بيبلش تسعمائة متر للألف خمسمية وخمسين رغم هذا ومسلق طريق اللقلوق من عندها لطريق الاجتماعيك مظبوط القسم اللي الناس بيعرفوا اللقلوق هو اهمج اهمج نعم بس نحنا كلنا بنعتبر حيننا ضايع واحدة فوق بس انه اللي ما يسمى اللقلوق هو القسم الكبير منه هو اهمج نحنا طلعنا على اهمج ورح نترفق نحنا وياك بالصورة وبالصوت كمان نعم بتخبرنا اكدر نشوف سوا روبرتاج مع سندي محفوظ هاي دي اهمج اكيد هوني مبنى البلدي خبرنا ريس هاي دي هالفيول حلوة يعني شو مهمة اهمج ضايع كتير حلوة اه المميز فيها انه كل سنة عن سنة عم بتكبر اكتر اه حلوة مظبوط مظبوط ونحنا عاملين بروجيه كتير كبير للتفاع يلا هلأ بتخبرنا عنه نعم ومتل ما قلتلك هي عم تنمى يمكن اكتر من غير ضيع لانه عم بيبقى قصة من اهلة فيها وابلفعل حبة هالناس وحماسهم لضايعتهم عم بتخلينا نكون عم نقدر ننتج كتير وعم نعمل شيء اشي كتير كتير حلوة يعني شفنا كنيس هلأ بالروبورتاج هون شو عم نشوف هادي هول طرقات المشي عاملين مشروع لطرقات دروب المشي نعم هلأ بلشوا نشتغلوا عليها هوني اه لا عاملينها وهول العلمات تنكل حدا نفرقوا بين طريق وطريق عاملين خمسة عشر طريق للمشي تنرجع نعرف الجيل الجديد على الطرقات اللي كانوا يسلكوها جدودنا بالماضي وجدود جدودنا عندكن كمان هوني هيدا ارز اهمج كمان شي كتير حلو عم نستفيد من هالطبيعة الحلوة لعنا وهال المشاعات الكبيرة اللي موجودة ضمن أراضينا اه ما بارف ازا بتحب نحكي اكيد اكيد عم نح عم نشوف الصور اللي عم يشوفوا معنا هون في عاملين اوبيرج اه في الناس اتنين فيه عاملين كارافانات هلأ عم نعمل بنجلو جديد اه للناس تطلع تععد بالطبيعة تنبسط ضمن منطقة اللي فيها الارز والزيب والسناوبر وبنفس الوقت فيه تيروليين اسكالات بسكليت فيه مطعم كمان بقلب هالمشروع اللي هو عم تعدي بقلب الطبيعة كليا هاي دي بوحيرة الصناعية اي نعم هاي بوحيرة جديدة نحنا عملينا فوق هيدا هون البنجلو الجديد والشنيات الجديدة اوبيرج هيدا مشروع خاص جديد بس نحنا عم نشجع هيكم شريع لفوق استثمار كل حدا بدي عمل اي مشروع حلو عم تخليه يكون عم يعمل هيكم شريع لانه هيدا اللي بهمنا بدايعتنا يعني هوني كمان لحظت فيه مراعي كمان فيه مزارع ولا شو فوق نعم فيه مزارع فوق ونحنا عم نساعد هالمزارع بعم نجيب اشخاص من امريكا مع مؤسسة فارم توفارم اللي هني تابعين لليو اس ايد عم نعمل ارشاد لكل المزرعين لعندهم تفاح لكل الاشخاص اللي قادرين نساعدهم طيب يبقوا يعني إذا عم تقلي 60% بيبقوا صيفا شيطان يعني هذا الشي بيشجع كل هالاستثمارات اللي عم بتصير ومثل ما قلت يعني هي على مفترق لقلوق عنايا يعني عندك السيحة الدينية عندك السيحة الصيفية وأيضا التلج يعني مظهور مظهور بالوقت زيته بلدة حلوة مطلة مثل ما شفت كمان اللي لفتني بالروبورتاج اللي شفناه ريس عم بتقول فيه مسحات يعني الاستثمار فوق يعني هلأني صيفا شتاء ممكن الواحد يطلع على الشليات على الأبارج يقدر يعمل هالرياضات يلي حكينا عنها صيفا السنة تصار شتاء الأبارج مفتوح اشتغلنا عليه يعني بالنتيجة مشوع عمره مش كتير بس بالفترة الزمنية اللي هو عمره فيه لتقريبا شي سبع سنين عملنا انجازات كتير كبيرة وايه السنة قادرين استقبل الناس بالشتاء نعم كتير حلو يعني هيك تمام اتجهزت هلأ صال كبيري فيه شمينة فيه منظر حلو تبقى التلج عم تنزل وانت قادي عم تتعشي وعم تتغدي ودفياني يعني دائما الترقات مسهلة بالتلج لأنه زعلوا 900 متر يعني ممكن انه التلج كمان بيصال لفوق لا لا اكيد فيه تلج مركز تزلج بعيد عنا تقريبا شي كيلومتر من فوق كيلومتر ونص يعني مش مش كتير بالعكس منطقة كتير حلوة يعني بالشتاء بتكون احلى من الصيف لأنه بيبقى هديني كلها بلدها ما عدتكون مشكلة نفايات ابدا ابدا هاي مشكلة المشاكل اليوم يعني البلدية المعندها المشكلة يعني منا نقلها يا محظوظة اكتبت الخير الله انه نحنا اتحاد بلدية جبال عنده شقفة ارض بحبالين نعم عمل عليها من فترة طويلة مصنع لفرز النفايات وهيدا المصنع هو ماشي وهو عم يشيل هالنفايات يعني الوضع اللي هو موجود كله بالبلد نحنا صراحة مش حسين فيه لا بالعكس كل الامور كلها ماشي منيحا كنتوا بلشتوا الفرز بالمصدر رئيس انتو يعني حتى التنمية ما هلأ بدكنت بلشو لا احنا بلشنا بالماضي يمكن من اول الضيعة اللي بلشت بالفرز نعم وزعنا على البيوت لونين كيس وصرنا على اساسها نفرز من عندنا نعم بأثناء كان المتعهد لاخد المعمل النفايات ما عم يفرز بالشكل الجيد نعم صرنا عم نعذب الناس يفرزوا يعني وقفتوا الفرز ايه وقفنا بوقتها هلأ رجعينا عم نحضر بطريقة كتير مضبوطة رح نبلش اول شي بالمحاضرات والارشاد للناس ومن بعدها رح نرجع نلاقي خطة للفرز عن جديد لانه هلأ الامور راحة باتجاه احسن يعني هاي شغلة وعد كل الناس وعدنا لقلنا لو نحنا هلأ مش بحاجة لهذا الموضوع بدنا نرجع نمشي فيه اكيد لانه شغلة بيفيدنا وبيربي أولادنا على شي لازم نعلمون إيه من نتيجة بكل بساطة الفرز اللي بتعملي الفرز عم بيروح ستين سبعين بالمية من النفايات اللي بدنا نكبها عم بترجع اعادة تدوير اولا بتفوت مداخيل ثانيا بتخفف من الحجم الكاميونات اللي بدأتنزل من عنا لا هالمطمر يعني حتى بتوفر علينا نحنا مصريف حتى العضوة إذا عندكم أراضي زراعية ممكن الاستفادة كمان بالسواد بعدنا يعني لأنه فيه أراضي زراعية كتير بالمنطقة ممكن تتطور كتير مع الخطة ريس لحظت أنه إذا بلدة تعلو 900 متر وبلدة قريبة عليها التلج والماء لازم تكون غنية بالماء ولكن للأسف لا ما عندكم ماء في مناطق لا لا الاهمج اليوم بتعاني من الماء في مناطق فيها ماء في مناطق ما فيها ماء للأسف نحن منطقتنا منطقة اهمج كان عنا مشكلة كتير كبيرة بالماء بأول مرحلة عملنا بير ماء بالتعاون مع وزارة الطاقة رجعنا عملنا تجهيز كمع مؤسسة الوليد بن طلال موجهة تحية لماعالي الوزيرة ليلة الصلاح المرحلة الثالثة عملنا شبكة خاصة لألنا بقلب اهمج بتمويل من البعث البابوية ووزعنا لكل بيت متر متر ماء ومعنا مشين فيها صلى فترة طويلة بفترة الشحيح جفشي ما عنا مشكلة أبدا الحمد لله بأكيد بيخف شوي بس أنه ما عم نتأثر بشكل يعني فيه يقول أنه أنتو الماء عندكم عندكم اكتفاء ذاتي محلي يعني ما نكون مشركين عم قصة مياه بيروت جبل لبنان مياه جبال أو لا عنا ماء من مياه بيروت وجبل لبنان ولكن بدأ عادة تثبيت الشبكات وعم نشتغل علي نحنا وستجزف نصير وهو بالفعل عم يساعدنا كتير وبنفس الوقت هالماي اللي نحنا استخرجناها هي بالنتيجة لازم تتبع لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ولكن بالاتفاق نحنا وستي جوزيف لأنه حس إديش الإدارة مظبوطة وكيف عم بيكون الشغل ومريحينه من مشكل ريحته ريحته كتير مش شوي مريحينه من مشكل ومتر الماء قدى مثل ما مسعرته لا لا ما فيه ما فيه شي رمزة تنكون عم نمشي الأمور بس للحافظة على السيانة وعلى فيه محافظة على الميه الجوفية عندكم بنتيجة بلديات ما عندها ما بتبتغي الربح البلديات بتشوف كيفية تشتغل تتساعد الناس بس هوني بدي أسأل فيه متابعة يعني فيه اليوم محافظة على الميه الجوفية هاي شغلة مهمة يعني عندكم ايه طبيعي ما فيه تلوث إطلاقها لا 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 ما فيه تعدي على لا لا بشكل عام لأ بعدنا ضيعة ضيعة حلوة الأمور كلها فيها منيحة ولكن مصادر الماء ضروري تكون عم نكترها أكتر وأكتر هلأ أنشأنا بحيرتين وعم نعمل بحيرة الثالثة أول بحيرة مع البعث البابوي تاني بحيرة مع البعث البابوي والبلسي بانك مشكورين وتالت بحيرة عم نعملها مع المشروع الأخدر اللي هلأ قطعت من شوي شفتوا نعم هي أربعين ألف متر مكعب تاني وقت هالبحيرات هي للزراعة؟ هاي دي مخصصها للزراعة؟ هاي دي مخصصين للزراعة مضبوط يعني هادي اشتراكهم لحال غير اشتراك الماء من الأبار الأرتوازية الخاصة حسب كل الحلقة دي كبرجنينتو كيف الطريقة عمل وزعها بشكل مضبوط وهيك عم بتشجعوا الزراعة كمان المزارعين بأردن في كتير ناس بلشت عم تستصلح أرضها وتزرع تفاح كرميل هيدا الموضوع يلا هلأ من بعد الفاصر راح نحكي شمع عن التفاح تفاح أهمش وتصريفه والحلية للإيوتوبة الكي بيكون نموذج لغير بلدات فاصل ومن تلك من تابع الحل عنا مع رئيس بلدية أهمش أستاذ نازيه سمعان أنا قدامي أستاذ نازيه كتيب كتير هيك أجمل طبعا كلها مشاريع ونشاطات خليني بلش بالتوقم مع بلدة بوموري الفرنسية قداش اليوم بلوموري الفرنسية بتعطيكم دفع لأهمش يعني عم نشوفوني طبعا مشاري كتير منيحة بصير فيه تاباد والسقافي بصير فيه طلاب من عندهم يجوا لعنا يتعرفوا على التراثنا على طبيعة أكلنا وطبيعة عادتنا كل شيء ونفس الشيء نحن بس التوقم مشاري كتير منيحة للجيل الصحيح وحتى إذا بدي أقلوا بالصفحة بلاقي كمان يعني نسأته عن الإيكوتوريزم اللي حكيت عنه الدروب الطبيعية للمشي نعم وهون عم شوفي كتير صور للتتشين مع يسايد مع جزور لبنان مشان زراعة الأرز والليزيب خبرنا شواء عن هالمواضيع نحن عم نشوف صور عك الحال بالواد نحن عنا 15 طريق للمشي بتربط ضيعتنا بضيعة تانية أهمج بتنورين بدومة بمشمش بكل الضيعة اللي حولينا تقريبا وهي الشغلة بترجع مثل ما قلنا بتعرف في الناس على الأشياء اللي هي هاي دي النباتات اللي عم نشوفها هاي دي موجودة بطبيعتكم على الأرض اللي منقدر نمشي عليها يعني عم نشوفه لأن احنا اخدين الصور من عندكم نعم أنا بحب كمان أعزمكم لعنا تطلعوا تشوفوا شو هالطبيعة الحلوية هاي دي زهرة اسمها إريس سوفرانة اداش عم بتحافظوا كمان على النباتات نعم نعم هاي دي بتطلع 15 يوم بتزهر 15 يوم بالسنة بس وبتروح شكله كتير حلو وهي عم نحافظ عليها وانا عملت المحمية الصور اللي عم نشوفهن هلأ معه الوزير البيئة معه الوزير البيئة كان برعيته ودكتور مكدا خراط بوداغر اللي هي من اليو أس جي طلعوا عمله دراسي ونحن وياه هون عملنا موقع طبيعي تنحافظ على هالزهور وتنحافظ على هالشجر اللي عم نزرعون نحن صرنا زرعين تقريبا 15 ألف شجرة أرز والزيب بضيعتنا تنرجع نقدر نكون عن جديد حرش كبير من الأرز ومن الزيب وبنفس الوقت طرقات المشي تنس تستفيد من هالطرقات اللي هني وهلأ متل ما عم بتقول كمان انه نذكر انه هلأ بالشتاء صار فيهم كمان انه صرتوا مجهزين شتاءا متل مجهزين صيفا استاذ نزيه اليوم مشاريع البلدية ما بتخلص خصوصا 60% من أبناء البلدة بالبلدة شو أمامكم من مشاريع اليوم ما بدي أحكي بالكهرباء صار معروف موضوع الكهرباء عن مستوى بلد شو في شي تاني كمان أنا أول شي بحب أرجع تذكر بشغلي أو أولا ان شاء الله نحن كل هاللمشاريع عم نعملها بالتعاون مع جمعية الماء أهمج نعم ونحن بأهمج كل الجمعيات الموجودة إن كان ثقافية إن كان رياضية كل الجمعيات اللي موجودة فوق كلنا بتعاون تيم مع بعضنا وهيدا دليل نجاح لما بتكون الكل إيد وحدي لأنه بعرف من مهرجانات أهمج للكل اللي بنتروها صاروا سنويا بنحس الكل اللي مشارك بالمهرجانات يعني الكلفة بتقل والحضور أكتر مية بالمية نحن عم نعمل كمان مهرجانات كتير حلوة بما أنه زاكرتية عم بيكون عندنا تقريبا بالليلة بين 12 ألف والخمسة عشر ألف أوقات عم نوصل للعشرين ألف شخص مهرجاناتنا عم بتكون قسم مننا تمشى وصهار بشارع يعني على شمال كيوسكات على اليمين طولات وكراسة وإكرونات كتير كبيرة اللي منه نحبين يعدوا على الزون اللي هي مطعم بترجع بيوصل بهالشارع لقدام المطرب بيكون فيه بخمسة ألف ليرة اللي هي شيء رمزي وبيوصل للمطرب بعيد عنه يمكن ثلاثة أربع متار بيرجع ووقت اللي بيوصل على المسرح نحن عم نشوف ببهرجانات 2015 صيف 2015 في المسرح في مدرج هيدا المدرج في مطعم مطعم بنعتبره خمس نجوم يعني بسعر يعني مش مطلوب الربح بقدر ما هو مطلوب مهرجان عصفير لبنان كمان عم تحافظوا على الطيور طبعا 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 بيهال مهرجان بيكون في كتير تنوع وهيدا هدف المهرجان أساسا ويكون كمان عندنا مدرج يعني كل الناس فيها تجي تسهر عندنا تنبسط وبالفعل رغم العدد اللي حكيته بتطلع بتسهري وبتفلي كأني كنتي بيسهرة فيها خمسمائة شخص لأنه مستوى تنظيم كتير كبير وهيدا بفضل أهالي أهمج اللي هني عم بيساعدونا صراحة مكون كلنا إيد وحدي كرميل إنجاح المهرجين وهيدا سنتنا الخامسة أهمج ليلة بيصفي النهار وبيصفي جو كتير رائع يعني أنا بدي قوله أنه هيدا هو لبنان يلي منحب الفرجيلة للعالم كله يلي يوم كتار هلأ لي عم بيشوفونا بالخارج هيدا اللبنان يلي نحنا بدنا هذا اللبنان بقى نشتغل هذا اللبنان ما بدو يقسنا بزبيلي وغيره لأنه نحن يجب ناخد الموضوع بيدنا شو فيه مشاريع مستقبلية عم تعملوا للبلدة هلأ إنمائية السنة عملنا معرض موني طلعت الفكرة قبل بشي تقريبا عشرين يوم من وقت اللي عملنا معرض موني منا على الستات اللي بيوت فوق إنه يكونوا عم بيعرضوا عنا بالنتيجة هيدا مونتون بالفعل وحدوا لشكل نحط أتيكات للكل مثل بعضهم نعمل شي كتير حلو رائع يعني بدو نقصد الموني نطلع على أهمج أو موجودين بالتوزع برات أهمج لا موجودين مما كان بيتصل على البلدية بقولوا له مين الستات اللي عندن موني والسنة أول سنة صراحة شاركوا ستات البيوت بمونتون آها كمان لدرجة ليلي من ليلي هوني خورة ضيعة عم بيبارك الموني نعم نعم حبينا تكون برعاية الأب طانيوس أبي راميا اللي منحبه ونازه بقى نتيجة في ست من ستات قلت الله إن شاء الله بتبيع كل شي عندك يا إيقات لأ دخيلك بنا نكفي الشتوي يعني مش الهدف الباب هذا الهدف إنه نحافظ على ترس على تقليد معين في شي كمان اليوم على سعيد دعم عشا وغدا قروي أرجعنا عملنا معصرة الدبس العنب اللي هي نعلم الجيل الصاعد كيف كانوا يعصروا جدودنا العنب وكيف بيعملوا دبس عملنا كمي كيفي كاركة العرق كيفي زلابي دراء هلأ عيد البربارة بلشنا نحضر زلابي والهيدا اللحمة بالجرة كل الاشياء اللي الهريسي كل الاشياء اليوم شو بتقول لأبني أهمج يعني عبر الام تي في الحل عنا لأنه اليوم في كتير مشاريع في كتير مطالب يمكن والحلول سريعا بيكون فيه نية وإرادة شو بتحب تتوجه لهم عبر الام تي في أنا بقول لهم الله يخليها ضيعة ويديما نعمي هيك وتكون كل ضيعة لبنين مثله لأنه هيدا الحل وللتفاح والحل تبع الدفاح شو هو حتى يكون نموذج الصراحة نحنا فوق عملنا رشاد زراعي إذا ما نحكي عن التفاح رشاد زراعي جبنا خبرها من برا علموا الناس كيف أي نوع شجر وإنهم يحطوا ضمن أراضيهم الشجرة بدل ما تاخد عشر متار وتعطي نسبة معينة من الانتاج فيه يزرع شجرة ما تطول كتير وما تعرض كتير وتعطي نفس الانتاج وهاكي من لقيه لتصريف أكيد بقى بهاتطريقة هي وكمين بلاشنا ببرات الفاح عزيح ربحنا مع يو اس ايد ومؤسسة معوض عم بيقولولي أنه خلص الوقت بس هذا مهم يلي عم بتقوله نتيجة أنه أنا بتشكك أستاذ نازي سمعان بدي يقول بأي بلدة وأي ضيعة تعتمد على الزراعة كتير مهم نلاقي فرص ونلاقي حلول سريعة ومش مكل فيه أبدا بعتيكم موعد التنين إلى اللقاء اشتركوا في القناة